أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية وقد أصلح فريق العمل العطل وجاري استعدت الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية وسيتم استعدت الخدمة بشكل كامل خلال الساعات المقبلة وكشفت الوزارة عن تعرض أحد الكابلات التابعة للشركة المصرية للاتصالات لقطع بمنطقة رمسيس مما أثر على خدمات الإنترنت ببعض المناطق وأنه جاري حل تلك المشكلة لعودة خدمات الإنترنت وكشف مصدر المسؤول في الوزارة أنه جاري الآن حل تلك المشكلة لعودة خدمات الإنترنت موضحاً أن قطع الكابل أثر على خدمات الـ DSL وأشعر إلا أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بحل تلك المشكلة في أقرب وقت ممكن وأعلنت النيابة العامة في بيان لها عن تأثر بعض الخدمات الرقمية التي تقدمها لجمهور المواطنين وتابعت النيابة العامة في بيان لها ذلك في ضوء ما أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات من تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية وتابعت النيابة أنه سوف يستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء الشركة من إصلاح العطل انقطعت خدمة الإنترنت في عدة أماكن بمحافظات الجمهورية نتيجة عطل فنية حسب ما أعلنت الشركة المصر للاتصالات وي وكشفت مصادر بالشركة تفاصيل العطل الفنية وموعد عودة الخدمة للمناطق المتأثرة مشيرة إلى أنه جاري تكثيف العمل استعادت خدمة الإنترنت بالكامل خلال فترة وجيزة وأكدت المصادر أنه تم رصد العطل الفنية فور وقعه في أحد أجهزة الشبكة الرئيسية وجاري التعامل معه فوراً